أدانت مصر الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررة الشرعية الدولية محذرة من مخاطر استمرار تصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيل الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويد مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة